أنهت مؤشرات البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تباين وسط تداولات متوسطة خسر رأس المال السوقي ثلاثة مليارات جنيه لغلق عند مستوى 689.774 من ألف مليار جنيه على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 1.6% لغلق عند مستوى 10.178 نقطة فيما ارتفع مؤشر شركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 62% لغلق عند مستوى 2224 نقطة كما صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 36% لغلق عند مستوى 3183 نقطة